اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الامارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والاماراتي الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذية لمجموعة مواني ابو ظبي محمد الشامسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وصالح المتحدث الاسمي باسم رئيسة الجمهورية بان اللقاء تنول مناقشة افاق التعاون المشترك مع مجموعة مواني ابو ظبي لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والمواني حيث اعرب محمد الشامسي عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر في ضوء العلاقات الاخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا اقليميا وعالميا وثمن الشمس ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومضطرد خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الاساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات